حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلمين عن عبد الرحمن بن حسان الكناني أن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي حدثه عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن متى من يوم كذلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن متى من ليلتك تلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار حثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالوساط له إلى من بعده من ولاة الأمر وختم عليه